لو سهلة في برج الجدي، برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق لأنه مستقيم بيحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان شخص عنيد جداً جداً في الحق، يعني لو كان مش هو طرف المشكلة، لو كان في صديق لقله في مشكلة، وكان معاه الحق بيحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق، بيحب حتى لو كان يعرض حاله لنخطر، فهو بيحب أنه دائماً الحق واليفوز والاستقامة والعدالة تاخد مجراها في جميع المجالات، وهذا الإشي متعبه كثير لبرج الجدي، خاصة للشباب، شاب برج الجدي، كثير بد الأمور تكون مية بالمية، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير، في تمانين بالمية، في سبعين بالمية، وكان يتحقق من الإشي اللي إحنا بدنا يا ذاك، مية بالمية شي مستحيل يعني، بدوها من حدا مجرب، تمانين بالمية حلوين، تسعين بالمية حلوين، فإحنا ليش عم نرقد وراء المية بالمية، ونكون كثير طماعين، برج الجدي، ثلاث أشهر كثير حلوين، كثير رائعين، على فكر الفترة الجاي، كلها لنهاية السنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي، يا جماعة مش بس ثلاث أشهر، الست أشهر أو الخمس أشهر الجايين رائعين، في قبل فترة كان في خوف كبير، مخوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو خلينا نحكي نصف انتصار، واللي هيكمله بالأشهر الجاية، كان في عنده بشغل شبه مؤامرة، أكتر من شخص، كان في غدر، كان في خيانة بشغل، من الشريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد على فكره، أكتر من شخص، عفوان، فبنلاقيه لبرج الجدي انه تحمل كثير كثير، وهي من صفاته الحلوة الرائعة، برج الجدي انه بتحمل كثير، في سبيل انه هدفه بالأخير يتحقق، مش من الناس المتسرعين اللي بدهم، أو متهورين، أو، 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 لا، أو، ثابت جدا، على أرض ثابتة بيحب يكون طول الوقت، لما يختار شريكه، بده يكون هذا الشريك مية بالمية ممتاز، صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا إشي يعني، وتزغد بس، مش تغمن هذا الإشي بتحقق معانا، فلما ما يتحقق اللي إحنا بدنا يا، أو يتحقق أقل من اللي إحنا بدنا يا، ما نزعل، ما ننكد على حالنا، برج الجدي بيحب ينكد على حاله طول الوقت، دائماً بتطلع على الأشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الأشياء اللي كسبها، فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي، ضغوطات كبيرة كانت عليه، من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم عبداً في الصحة، من ناحية العاطفة، كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس، متل ما هم بتعاطوا معه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى، هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما ما بعملونا، ما نعطيهم أكبر من إيمتهم، أنت إيمتك أربعة، أنا بعطيك أربعة، ما بعطيك عشرة، فالأفضل والأحسن لبرج الجدي، رائعة جدا، كنت متنكد أول الأشهر، مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها المية بالمية اللي قلنا عنها، فيه كان، ما بعرف، فيه كتير علاقات عاطفية، بين عندي برج الجدي، كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات تقلصت، يعني كانوا ما بعرف، خلينا نحكي، كانوا خمسة، صاروا أربعة، صاروا ثلاثة، مع الوقت عم بيقلو، بس هذا الإشي اللي صارحك، لأن الشخص الأخير هو نصك تاني هو اللي إنت حتكمل معه، لكن برج الجدي، بتأخر كتير بالزواج، للعزاب، أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه ستين بالمية، سبعين بالمية، من اللي أنا بديه، إذا كنت، خلاص، يعني أنا بكمل في هذا الموضوع، هدول الثمانين بالمية، بسيروا تسعين بالمية، بسيروا مية بالمية مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص، خلاص، أنا ما بدي أكمل معاك، ما أشطر برج الجدي في يعني أنه يتكسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه، هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبداً لا أوكي، ولا مش أوكي، لحدي ما تدرس للشخص، وتوافق على أنك تكمل مع دائية طريقك، يعني أنه يكون رفيقك في الحياة، شهر، خلنا نحكي شهر، من شهر سبعة لشهر تسعة، حيكون فيه يعني، حيكون فيه قرار مصيري، حيكون فيه الزواج، لكن الزواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه إذا أنت كنت بنت، حتتسوج الشخص وتسافر اللي عنده، أو العكس، ما بعرف، بس فيه يعني اختلاف بالمنطقة مع الزواج، يعني الزواج ما رح يكون فيه نفس المكان، رح تكون بلد أجنبيه أو بالبلد الثاني اللي عم بيشتغل فيها، الطرف الآخر أو أنت عم تشتغل فيها، لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كل لياتها اللي مبين قدامي إنها خيارات حلوة، رح يكون فيه سعادة كبيرة بالطريق، يمكن يكون نهاية شهر إثناش عندك خلص تكون تزوجت والله أعلم، رح تبلش كتير بالأولاد، والأمور يعني الأحلام رح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور، حلم بدك تحق الحلم الثاني، الحلم الثالث، يعني إن الأمور كتير، يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي، رغماً عن إنه الفترة الماضية كان فيه كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخدوا جزاؤهم ما عم بحكي إنه رح ياخدوا جزاؤهم، يعني أعتقد إنه هم أخدوا جزاؤهم خلص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف هم لاقوا اللي يعني العقاب تبعهم، وإنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بسطرة الجاي، وهذا الإشي رح كتير يأثر عليك، فيه سعادة كبيرة بالطريق لإلك، فيه تغيير، هذا التغيير إنت شاكك إنه مش تمام، أو أنا مش حابب أغير، أو هذا التغيير إيجا غصن عني، ما بعرف بالمكان، بالسكن، بمكان الشغل، لكن هذا الإشي رح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالأمور يا برج الجدي، وخفف من العناد شوي، وخفف تقل يعني ما تكون تقيل كتير عالطرف الثاني، شوي، تنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، أنت عم بتكون صارم كتير معاهم، وأحياناً عم تظلم، لا مش تظلم أشخاص، لكن عم تكون كتير معاهم، فبدك شوي تتأنع في الحكم على الأشخاص، وكتير مبسوطة بهالقراء اللي بتجنع لبرج الجدي، وكتلك لإلكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة